أنا يعني في جميع جميع مراحل عمري من أول ما بطلت من أول الدكتور كمان درويش والمستشار جل إبراهيم والأستاذ مامدو عباء والأستاذ مرتض عمري في حياتي ما بخلت على نادي الزمالك فإن أنا ساعد نادي الزمالك ليه لأن أنا يعني ده النادي اللي أنا بحبه ده النادي اللي أنا تربيت فيه يعني بنفتكر إن كنا بنتمرن ساعتين بنتلع نقعد في الجنينة 3-4 ساعات ونتعاشها داخل نادي الزمال وكلنا أسرة واحد الكلام ده ما بقاش موجود هل أنت شفت ورقة النقاط بره على نادي الزمالك بـ 30 مليون جنيه إيما أنا كنت موجود لها طب دلوقتي فيه ورقة بكده برضو ما عرفش فيه كلام بس أنا ما بصدقش كل حاجة يعني برضو فيه حاجات كتير بتطع ما بيبقاش لها أساس من الصحة فلما ندخل الميزة الوقت فيه اللجنة السلسية دي برياسة الدكتور عماد البرناني بأمانة الثلاثة عاملين موجود كويس جدا 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 وإن شاء الله هي قبل الجامعة العمومية لازم تطنع ميزانية ميزانية بقى حقيقية هنشوف فيها من متبرع ومن هنشوف فيها كل الأرقام وبناء على هذه الأرقام المجلس اللي سوف ينتخب هيتعامل مع هذه الأرقام سواء فيها حاجات بالسالب أو بالموجب حيبان لأن كلام كتير قوي وآسف هل في رجال أعمال تبرعوا في الفتر الفات دي فعلا طبعا طبعا أنا كمعاه الدكتور عماد مبارح البناني قال لي لا محدش تبرع بحقا وكلام الدكتور عماد صاح مزبوط مية في المية الرجال اللي تبرعوا دول يعني أنا عارف كويس تبرعوا بس احنا يعني الناس اللي تبرعت دي كلها مش عايزة اسمها يتذكر من ضمنهم ما يسمى القائمة الموحدة وفي نفس الوقت محتوطين يعني هيتعامل بهم حاجات بناء على ما فيش حد يتبرع بالنسبة لنا للنادي إلا عن الطريق القانوني أنا عامل إيه لو أنت في أول يوم جيت قلت لي على فكرة المشكلة كبيرة ومش هنريد أن نعمل حاجة وصبره علينا لا يعني هيا المشكلة كبيرة نعم إنما ما بيبقى قدام حضرتك ما يسمى إحنا إن شاء الله نوين نعمل مؤتمر صحفي في حدود يوم 10 عشر إن شاء الله هنشرح في الخطة بتاعتنا كاملة للأربع سنوات يعني ما نيجي نتكلم مثلا على نادي أكتوبر هنقول وقدر أقولها على طول حتى الوقتي عشان يعني مش هقدر أقول كل البرنامج بس نقدر نقول شوية حاجات مثلا نادي أكتوبر مرحلة أولى مرحلة أولى دي يعني قعدنا ودرسناها هتتعمل في 18 شهر مرحلة الأولى ده هيبقى فيها بعض الحدائق حدائق اللي نفسينا كلنا كزمهة الكوية هيبقى موجودة بعض الملاعب المكشوفة لأنها فيها سرعة جمدة وممكن يبقى فيه نوال الكلاب هاو ده شور في 18 شهر فإحنا يعني بتقول للناس إن حيبقى عندهم كيان في ظرف 18 شهر أو بداية كيان بداية كيان بس يعني ابقوا حسبونا هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا